الحقيقة أنا يعني جالي انحباط لما شفت الخبر ده تخيل حضرتك لو ليك ابن في كلية الألسن قسم اللغة الإنجليزية وجاله امتحان وفي الامتحان هيترجم مقالة فأنت تقول مقالة للرفعي مقالة لهيكل مقالة للدكتور طاع حسين مقالة لسلامة أحمد سلامة مقالة لعلاق الأسوال أي حاجة يعني والله العظيم أنا راضي بمقالة الأستاذ اللغة العرمية في جمعية أمو كشك إنما تخيل طلبة كلية الألسن كانوا بيمتحنوا في ترجمة مقال لمين طبعا موقعك دي وقت راح للسيسي ياريت ياريت طلبة كلية الألسن كانوا بيترجموا مقال لأحمد موسى بس حط الخبر كده وما تطلعش في وراء تنزل جدل بين طلاب ألسن عين شمس بسبب سؤال ترجمة مقال لأحمد موسى والكلية بتقولها الراجع طب العيال بقى إيه معترضة عن مقال لا العيال ما عرفوش يترجموا المقال ليه بقى لأنه لو أنت قارت أول عنوان بس من المقال هتحسن لكاتبه جحش اسمع هيجيب لك الصورة هو تداول عدد من طلاب قسم اللغة الإنجليزية بكلية الألسن وجامعة عين شمس امتحان دور يناير لمدة ترجمة اللغة العربية اللغة الإنجليزية واللي بيطالب بترجمة مقالة لأحمد جاموسى بعنوان العثمانيون الوباء والتخريب الحرق العمد والمذابح وتبيض الصورة تخيال ده العنوان ما واحد بتاع بدنجان بصوا بقى العنوانه هو أو المقاله هو العثمانيون الوباء التخريب الحرق العمد والمذابح وتبيض الصورة فالعائل قال لك ايه ده ما عرفوش ترجموه ما عرفوهش اهو وص المقال ده العائل ما تعرفش ترجمه العائل تعبوه قال لك لا صعب صعب جدا صعب جدا مين بقى الحيوان عميد كلية الالسن في عين شمس اللي عايز ينافق احمد موسى فيقرر يحط مقال يترجموه طلبة كلية الالسن تخيل مازلة تخيل مدرسة الالسن اللي انشاها محمد العالي تخيل المدرسة دي بيربوا العائل عن نفاق ما قال احمد موسى يا راجل ده احمد موسى عامل ده احمد موسى عجوبة في اللغة ده في اللغة العربية يقول لك في اللغة العربية من عجائب اللغة امرأة كلمة في اللغة العربية ليس لها جمع امرأة ملهاش جمع يعني كلمة امرأة جمعها ايه ونساء كلمة ملهاش مفرد حتى اللغة غالبتهم يعني أحمد موسى الحقيقة لا علاقة له باللغة ومتقرر أن الطلبة يتترجم فكانت النتيجة أنها تفضيحها كده والحقيقة عميد ألسن عين شمس توجه بالتحاول الإلكتروني الامتحاني بص ده عميد ألسن ده طلعت ست سالوة سالوة يا سالوة اكتبعت الدكتورة سالوة ما جابت خلاص بقى عميد كويتل أسمع مع وحدة القياس والتقويت بصفتها رئيس بجل الزادة الوحدة وأكرت سالوة أن تحقيل نظام الورق توجه عام ضمن السادة طب خلاص بقى وفق توجهات السادة دي سالوة اهي دي آخرها اللي خرجها من الكلية أحمار ليه؟ ليه دي تبقى عميد طبعا خلاص خلصت بالخزوق اللي في النص ده خلصت يا خسارع التعليم اللي بعده بل بعده اللي بعده ترجمة نانسي قنقر